بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ووضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأنيرت هاي آخر محاضرة بمحاضرات الأوبريتر في البداية في عندنا نوعين من الأنيرت في عندنا البريفكس وفي عندنا البوستفكس عشان تفهم الفرق بيناتهم في عندنا نفس المثال انتجر X27 انتجر X27 في البريفكس حكيتلو print بلس بلس A مبدئيا بلس بلس معناتها زائد واحد يعني هاي بلس بلس شو معناتها زائد واحد هو شو بحكيلو اطبع الأي لكن أول إشي زيد واحد على الأي بعدين اطبعها هاي الأوتبوت اللي هي المخرجات شو حكينا زيد واحد على الأي بعدين اطبعها قيمة الأي عشرة عشرة زائد واحد 11 وبرضو راح تتغيى في الصندوق وتصير 11 وهي هاي فكرة البريفكس اللي هي أول إشي بتامي عملية الحسابية بعدين تطبع لك النتيجة أما البوست فيكس بالعكس كيف يعني هون بيحكي لك A بلس بلس شو يعني أول إشي اطبع الأي هي قيمتها عشرة بعدين زيد الواحد فهون قديش هتتخزن جو الممري برافو عليك 11 لكنه طبع لي عشرة ليش طبع لك عشرة لأنه قيمة A كانت قابل عشرة وهي طبع لك أول إشي لأ بعدين يزيدي الواحد ففي الأوتبوت بتكون النتيجة عندك عشرة لكن في الممري بتكون النتيجة عندك 11 وهذا هو الفرق بين البريفكس والبوست فيكس أنا متأكد أنه راح يكون في شوية صعوبة فتعالي نطبقها في الكود عشان تفهمها مية في المية أنا شاتد لك فولدر 21 أنيرت ويعندك هون المين ويعندك الفويد مين كالعادة في البداية راح أعرف متغير إنتجر A تساوي عشرة بعد هيك كمى وأحكيله B تساوي عشرين خليها 22 ممتاز خليها سأعلمك كيف نحن ممكن نضيف واحد على أي متغير مثلا هنا على سبيل المثال أحكيله A أريد أن أضيف عليها واحد أول طريقة أنت عرفها A تساوي A plus 1 أو A plus 1 هي علمتك إياها صح في الأسايمة اختصار هذه المعادلة A plus 1 أو هسا علمتك طريقة ثانية هي A plus plus لتزيد أنت كمان واحد لو بدك تنقص واحد برضو الطريقة سهلة عندك B تساوي B ناقص واحد أو B ناقص تساوي واحد وهي اختصار لهذه المعادلة أو B minus minus يعني هي بتزيد واحد وهي بتنقص واحد فهي عندك أكثر من طريقة خلينا هسا بلش مع بعض بالبريفكس البريفكس هي والإشي بتكون عملية الجمع أو التنقيص بنقص أو بيجمع بعدين بيطبع فمثلا هنا بدأت ساخل كود بشكل سريع عشان ما تطول المحاضرة print the value of after إن كرمت plus plus A شو بحكي لك هون هيعطيكي الvalue بعد الزياد فالvalue عندي إياها عشرة زائد واحد هتصير 11 حيطبع لك هون 11 هسا بدي أطبعها على شكل post fix كيف يعني؟ يعني أوريك كيف؟ مش قلنا البوست fix أول إشي بتعطيكي القيمة بعدين الزيادة؟ طيب ممتاز حيطبت بذكرين إنه قيمة الأي صرت حس 11 صح؟ يا آخر إشي وصلت عندي هون 11 يعني أعطيك القيمة قبل الزيادة القيمة الأي قبل الزيادة قديش وصلت عندنا آخر إشي 11 فهيطبع لك يا هون 11 علما انه هو زاد واحد لكن هتتخزن القيمة و في الممري فاذا بدي هسه انا اطبع ال actual يخلن نحكي قيمة حقيقية انه مخزنة في الممري كم رح تطلع ابرافو عليك تطلع 12 ممتاز وحكي له هون actual a تساوي $eth فالمفروض انه يطلع هسه عندنا قداش 12 سيف وتعال نعمل رق هاي الفاليو اللي هي prefix وقالك انا حزيت واطبع لك فهو زاد لي 1 على 10 وصارت 11 هسه post fix شو قال لك لك لا انا اول اشي اعطيك القيمة اللي هي كانت 11 وبزيد عليها 1 لكن الواحد هاي منتزادت في الممري منتزادت في الاوتبوت لما عملت اكسس على الممري قلت له اطبع لي الايه قال لي قيمتي الايه 12 اتمنى انك تكوني فهمتا طب تعالي نطبقها على السالب يعني نقص واحد هنا عملت هنا الخط عشان افصل بيناتهم هنا عندك البريفكس minus minus b the value of after تكرمي هيعطيك القيمة بعد التنقيص عندنا اياها 22 نقص منها واحد وحتصير عندك 21 البوست فكس اللي هي بي minus minus حيقولك انا حعطيك الفاريو قبل التنقيص وهنا حيعطيك الفاريو اللي كانت اخر اشي عنده اللي هي 21 لكن هو حرفيا نقص والتنقيصها هتناعكس وين على الممري اذا قلت له اعطيني الاكتش ولا اعطيني القيمة الحقيقية في الممري هيقولك بي تساوي كداش 20 اتمنى انك تكون فهمت فكرة البريفكس والبوست فكس قبل ما اعطيت ملخص السريع خلني عمل run عشان اتأكد كلامي صح بالضبط اكبر لك هاي شوي 21 21 20 زي ما سوينا احنا هون خلينا هسا اوضح لك بعض النقاط المهم او خلني حكي بشكل الصح اسوي لك ملخص البريفكس بكل بساطة شو ما كاية العملية جمع او طرح حيسوي العملية وبعد يعطيك القيمة البوست فكس انا معطيك القيمة زي ما هي وبعد يبس سوي عملية الجمع او الطرح يعني هبزيد واحد او بنقص واحد لكن هاي النتيجة بتنأكس على الممري ما بتنأكس على جمعة الطباعة اتمنى انه كانت بأمور سهلة وبسيطة وكل عاد اذا اهذرت المحاضرة معي للنهاية اكتب اي تعليق بالدكية وضيف معا الوردة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة